اشتركوا في القناة الحديث في صحيح البخاري ويقول بعض من الفقهاء أن نفخ الروح يكون بعد ذلك لكن علينا الحضر في هذا الشأن واتباع ما ذهب إليه جمهور العلماء والفقهاء حتى نستطيع أن نكون أقرب إلى حكم الله تعالى وإن الإسلام يمنع ويحضر الإجهاض بشكل عام إن لم يكن هناك سبب لحدوث ذلك لأن الجنين من وجهة نظر الإسلام هو مخلوق وكائن لا يجوز الاعتداء عليه والحالات التي يسمح فيها بالإجهاض قبل نفخ الروح هي كالتالي أولا ضعف صحة الأم وتضرورها بالحمل ثانيا حدوث الحمل عن طريق الإغتصاب ذلك في بعض حالات الحروب التي يتم فيها التعدي على الأعراض ثالثا أن يثبت الأطباء أن الجنين مشوه وهذا يؤثر على حياته ويجعله يعيش في تعاسى وألم طيلة حياته كالإعاقات التي تحدث في الدماغ بحيث تجعله مشلولا وعاجزا طيلة حياته ويكون هناك احتمال كبير لموته بعد وقت قليل جدا من ولادته وبعد أن تنفخ الروح في الجنين يصبح الجنين إنسان لديه الروح وقلب ينبض فيجب احترام كينونته وإنسانيته ولا يحق لأي فرض التعدي على حقه في الحياة حتى والديه فلا يجوز إجهاضه من وجهة نظر الشريعة الإسلامية إلا في حالة واحدة في حال أن استمرار الحمل قد يؤدي إلى موت الأم فالإسلام يقدم حياة الأم على الجنين ويكون الجنين مصابا بتشوخ خطير جدا كتشوخ الدماغ حيث أنه إذا ولد قد يموت بعد ساعات قليلة وبقاه في الرحم يلحق بالأم الأذى الكبير